السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام أهلا وسلاميكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد أمنادي الأهلي هنرد فيها ضد الكذيب والشائعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله ومصاري وسلم وزادة وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيدة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نروح على طول على أول فقرة معنا عايز أقول إن الكرة المغربية يا جماعة وصلت لمرحلة ومنطقة في المنافسة شديدة جدا وقبل ما قنات الزمالك تتكلم وتقول يا ريت الدور المصري يبقى دوري زي الدور المغربي ويكون في عدالة وإنصاف وبصوا على الدور المغربي اللي الآخر إسبوع فيه منافسة ما بين الجيش الملكي وما بين الوداد المغربي عايز أقول قبل ما تقول إن عايز الدوري بتاعك يبقى فيه منافسة قول هو المغرب عمل إيه عشان يوصل لكده المغرب ما عندهمش خيار وفقوس المغرب ما عندهمش أبيض وأحمر المغرب ما عندهمش خطابات بتتخفى أو بيتم إغفاها المغرب ما عندهاش بروتوكولات بتتعمل ما بين الاتحاد والأنديع عشان يتحيلوا على أحكام قضائية فقبل ما تتكلم وتطول لسامك وتقول عايزين نبقى زي المغرب ونبقى عندنا الأهلي نفس الزمالك لآخر أسبوع أنا مش زنب إن المنافس بتاعي دعيف أنا مش زنب إن المنافس بتاعي بياخدها من أصيرها من بعد أسبوعين ثلاثة في الدوري ده من زنب إنا ولا زنب النادي الأهلي إن مفيش منافسين في الدوري مش زنب النادي الأهلي إن الزمالك بيطلح حصالة أفريقيا كل سنة فهاخد بيدي الزمالك وروح ألعب مطشاط الزمالك يعني هل النهاردة النادي الأهلي مطالب إنه يروح يلعب مكان الزمالك في أفريقيا ويلعب مكان الزمالك في الدوري عشان يكون فيه منافسة قبل ما تتكلم على المنافسة شوف الاتحاد بتاعك بيعمل إيه عشان يحتوي نادي الزمالك سارواتسويلم تلك قبل كده أول ما مسؤول في الكرة في مصر يقولك أنا أهلاوي ويطلع في الإعلام يقول أنا أهلاوي أعرف إن فيه مصيبة وكرسة بيعملها إما ضد الأهلي وإما لصالح نادي الزمالك سارواتسويلم صاحب التصريح الأشهر في كرة القدم المصرية مستشار عنده مشاكل وعنده أزمات عايزين له بطولة عشان يقدر يعد المرحلة في مراتش اسموحة 2014 مكالمة سارواتسويلم مع وجيه أحمد واللي مسجلة واللي تم تسريبها على مواقع اليوتيوب والسوشيال ميديا إن سيادة المستشار شوف له حكم حلو للزمالك عشان يكون يرضي سيادة المستشار ساروات بيقال لكي بقى أنا راجل أهلاوي بس أعرف إن فيه مصيبة بقى لكن بتمنى نادي الزمالك الخروب من محنته وكلنا بنحاول نساعد النادي ولكن مش هنقدر نفتح القيد قبل موعده بسبب نظام الاتحاد الدولي قبل البطولة العربية ياريت بقى تقول الكلمتين دول والجملتين دول لحزومي بتاع الملوخية ياريت تقوله مش هينفع نفتح القيد بأي حال من الأحوال لإن إحنا مرتبطين بالاتحاد الدولي الكورت القدم لأن فيه ليحة في الاتحاد الدولي بتقول إن ما ينفعش فتح باب القيد قبل انتهاء الموسم الكوروي محليا لكن مع الاتحاد المصري الكورت القدم كل شيء مباح كل مباح اللي خلاهم يتحيلوا على أحكام القضاء أنت متخيل يعني إيه؟ أنت متخيل يعني إيه؟ القضاء المصري يصدر حكم فيتم تنفيذه وتيجي أنت كهيئة رياضية تتحايل على هذه الأحكام للغروب من تنفيذها يعني دول لو فيه حساب الناس دي كتبه في السجن النهاردة الصبح عايز أقول أحد الهزازين طلع قال زي ما وصل للفيفا احتفال أفشا هيوصل احتفال كهرباء حطه صح وهتوصل الأغنية بتاعة المدمنين بتاعة ساطلانة وإحنا مش هنسكت على حق نادي الزمالك أبدا أتمنى في النادي الآلي أن احنا نتعامل بالمثل مع احترام الكامل المثالية في هذه الأمور غير مقبولة غير مقبولة ما ينفعش أن أنا أتعامل مع نادي من منطلق أن احنا محترمين ومقدبين وولاد ناس فمش هنرد لا في بعض الأوقات لازم تبقى محترم ولازم تبقى مقدب ولازم تبقى من ناس لكن ترد مش هترد بقلة أدب لكن زي ما بيتعامل فيك اعمل تالنهاردة مين اللي بعت احتفال أفشا هو نفسه الهزاز بيحتفي بدايونك إحنا اللي بعتنا وزي ما وصلنا صوتنا هنوصل صوتنا على كهرباء أف قحة وموضوع ساطلانة فأنت كنادي أهلي في إيدك أنك تقول للاتحاد الدولي للكرت القدم احنا عندنا نادي مديون لتوب الأرض نادي مديون للعيبة نادي مديون في كل الألعاب الرياضية نادي مديون للاتحاد نفسه ومع هذا بيحصل على رخصة لمزاولة كرت القدم يا جماعة دا فيه أندية في إيطاليا بتهبت درجة تانية عشان المصروفات مش قد الإرادات فيه مصروفات مش قد الإرادات فبيهبطوا ليه لأن القانون مطبق هناك ما عندهمش حزوم ملوخية تحايل على القانون الله يسمحك يا حسن يا حمدي الله يسمحك يا حسن يا حمدي يعني معلومة لما تروح للاتحاد الدولي إن فيه عندنا نادي مديون لتوب الأرض نادي الدرائب حجز عليه عشان مديون والاتحاد اللعبة بيتحايل على أحكام القضاء وبيتم ذكر دا علنا بكل تبجح في الإعلام إن احنا هنتحايل مع اتحاد الكرة عشان نعدي المرحلة الصعبة وبتاعة الحجز على الأموال النادي عايز أقول أخ أحمد حسين ميدو قالك الزمالك لن يتأثر بالسوشيال ميديا ولا حملات ضدنا ولن نكون بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين مثلما تردد بأن الزمالك سيتعاقد مع فرقة كاملة شئتم أم أبيك احنا عارفين بنعمل إيه عشان الزمالك ينافس في كل البطولات الموسم الجديد في ناس هتموت إن أنا حطيت إيدي في إيد مرتضة وناس من جوة نادي الزمالك هيموتوا إن أخيرا في نظام في نادي الزمالك والله يميدو يعني زي ما احنا حابين إن المستشار يكمل لآخر العمر إحنا فرحانين جدا إن واحد بعقليتك الفزة واحد عص يعني جهبز عصره وأوانه وأدانه هيخش يحط إيده في نادي الزمالك أنت دخلتك دخل بهاية يا ميدو أنا عايز أذكر ميدو لما راح لمصر المقصة ميدو لما راح مصر المقصة وده على لسان باكر سليم نائب رئيس مصر المقصة وقتها قالت ميدو قال لنا لما جيت عقد معنا مصر المقصة خلال سنتين ثلاثة تبقى بتلعب كاس عالم للأندية وبالفعل صدقت يا ميدو لقد صدق ميدو يا جماعة بعد سنتين مصر المقصة كانت هبطة بتلعب كاس عالم في الدرجة الثانية والثالثة صدقت صدقت يا سيد ميدو ميدو اللي راح لإسماعيلي قال لك هنلعب تيكي تاكا وميكي ماكا وسيكي كاكا وباكا باكا وتيكي تشاكا وكله كاكا كاكا لحد ما ساب الإسماعيلي يلعب في الكاكا ساب الإسماعيلي بن آخر هيهبط لو لا زي ما انتم عارفين كل سنة بيتم إنقاذ الإسماعيلي ازاي فبسم الله ما شاء الله احنا بنتعامل مع عقلية إدارية رياضية قروية فزة فزة اسمها أحمد حسين ميدو فيا كابتن ميدو سير على بركة الله سير أقولك زي جميل المغرب سير يا رب يا ميدو تكمل وأنا واسخ فيك بصراحة 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 أنا واسخ في ميدو يا جماعة إنه هينتشل نادي الزمالك من المكانة اللي فيها هيحطه في حتة تانية وهيلعب كاسعالم للأندية زي من مصر المقصة لها بتكاسعالم إن شاء الله عايزة أقول الزمالكوية دلوقتي يقول لك بصوا على السنغال كذبة البرازيل أربعة بس السنغال ما عندهاش فرقة بتوصل حتى دور التمانية في أفريقيا أنا عايزة أقول إن مش معنى إن انت عندك فريق بيوصل إنه يكسب البطولة القرية إن لازم يكون عندك منتخب قوي اسبانيا ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا السنة اللي فاتت السنة اللي كان فيها كاسعالم ومع هذا اسبانيا طلعت من كاسعالم قدام المغرب منشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا هذا العام ومع هذا إنجلترا من سنة 66 محققتش لقب محققتش لقب الأرجنتين بطل كاسعالم 2022 مفيش في أنديتها في آخر أربع سنين نادي كسب كوبا لبرتادوريس يبقى ملهاش علاقة موضوع أن المنتخب يكسب والنادي لازم يكون بيكسب ملهاش علاقة لأن موضوع المنتخبات ده المسؤول عنه إدارة اتحادات أنا كنادي أهلي هتحسبني على إيه إذا كان عندي اتحاد كورة فاشل أقل ما يقال عليه إداريا فمجيش تحسب النادي الأهلي على حاجة هو ملوش حلقة فيها نادي الزمالك وقناة الزمالك بقالهم كام يوم عمالين يعيروا اللجنة المؤقتة اللي كانت موجودة بقيادة حسين لبيب إن هم بتوع التبرعات وتبرع ولو بجنيه وحسن قليلة تمنع بلوه كتير وناديك يناديك وناديك يناديك وقال لك أنت كنت بتشحته وبتتسوله على نادي الزمالك عكس الزكر والأسد والسبع المستشار هو اللي بيبقى في فلوسه والدنيا ما شاع وعمره ما يمد إيده أنا عايز أقول لخالد الغندور اللي بيطلع يتكلم ويقول كده عايز أفكرك يا خالد إن أنت كنت مشارك في الحملة الدعائية لناديك يناديك خالد الغندور كان بيظهر في فيديو على قناة الزمالك كحملة من أنواع الحملات الدعائية بيطالب الجمهور أقف جنب ناديك وساند ناديك وسلف ناديك وشحة ناديك نهاردة خالد الغندور بيتريأ على حملات التسول والشحاتة ناديك يناديك فاكرين لما قلت لكم أتمنى أن خالد الغندور يطلع كده يقول أنا متبرع بشهر راتب بدل ما يقول للغلبان هاتمي الجنيه العيل اللي بيتصرف عليه من أبوه أمه ومش لاقي يأكل ومش لاقي يركب عربية عشان يروح الجامعة يقول له هاتمي الجنيه قلت وقتها طبما خالد الغندور يطلع يقول أنا متبرع بالتلتمائة ألف بتوعي خلال شهر تلتمائة ألف دول يعملوا كام مية جنيه تلات تلاف واحد فاطلع أنت خليج أنت يعني أنت الراجل ما طلعش خالد لا ننظر لحد النهاردة يقول أنا تبرعت بكام لنادي الزمال عايز أقول نادي الأهلي حصل على توقيع واحد من أهم اللاعبين الموجودين حاليا في الدوري بعد صراع ومنافسة مع نادي الزمال النادي الأهلي حصل على توقيع محمد حمدي محمد حمدي وينجليفت وباكليفت لعيد مهاري جدا لعيد صغير في السن المستقبل كله قدامه نادي الزمال كان بيحاول يغري الولد بأشكال كتير وطرق كتير لكن قدر النادي الأهلي ياخد توقيع اللاعب عشان يقدر يضغط على نادي أمبي ويوري نادي أمبي أن رغبة اللاعب فقط مع النادي الأهلي أتمنى من مسؤولي نادي أمبي الموافقة على طلب النادي الأهلي ورغبة اللاعب محمد حمدي والبعد تماما عن الانتماءات المغرضة زي ما حصل في صفقة مصطفى شلبي والبعد تماما عن المغالاة الأهلي بيطلب اللاعب فتطلب عشرمائة مليون جنيه وتاخد النسر اللي على الشعار وتاخد خمستاشر بطولة وتاخد أربع بطولات من أفريقيا وتروح تلعب معنا في كاس العالم للأندان الزمالك يطلب لعب من عندك تقوله ده أنا هنجيبه لك لحد عندك بشنطة هدوم فأنا مش عايز الكلب ميت مجيال عايز أقول فاكرين الصلعاوي فاكرين الصلعاوي اللي طلع قالك الأهلي أصبح في المنطقة الدافئة تم طرد هذا الهزاز من قناة الزمالك واحد من ضمن الهزازين انطرد من قناة الزمالك وتلع اشتغل في أحد القنوات المعادية أيضا للنادي الأهلي بيطلع مع اسلام الكازم بس يا ترى يا هل ترى ليه القناة تردته شر ترده ايه الغلط اللي غلطه الصلعاوي القرعاوي في قناة الزمالك خلوه يطردوه من القناة ترده مش عايز أقول تردت الكلام خلصت أخبرنا ما خلصت حكايتنا هاستنى كل عرب القناة